تتوالى اتباعاً ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للخرجة الإعلامية المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموالي لنظام المخزن أحمد الريصوني فبعد أن تبرأ الاتحاد من تصريحات رئيسه نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبدالإله بن كيران أن تكون تصريحات الريصوني تعبيراً عن موقف حزب العدالة والتنمية حزب وتجمع الوطني للإصلاح والتنمية المغربي هو الآخر تفاجأ من خرجة الريصوني التي تحمل عبارات غير لائقة وأحكاماً بعيدة عن الدقة ومعلومات غير مؤسسة ولا مقبولة عن الجمهورية الموريطانية وشعبها بحسب الحزب المغربي الذي طالب الريصوني بسحب هذه التصريحات فوراً والاعتذار عنها بشكل صريح هيئة والعلماء الموريطانيين بدورها وصف التصريح الريصوني بالمريب وغير الودي والمستفز لافتة في بيان إلى أن موريطانيا لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريطانيا ونبه البيان إلى أن هذه الدعوات لا علاقة لها بوحدة الصف الإسلامي وهي تطاول على سيادة موريطانيا سقطته والريصوني دفعت هيئة ومنظمات وأحزاب سياسية في الجزائر وموريطانيا والصحراء الغربية إلى المطالبة بإنهاء مهامه على رأس الهيئة العلمية العالمية الرابطة الرحمنية للزوايا العلمية الجزائرية أصدرت بياناً تصف فيه تصريحات الرريصوني بالصادمة فكانت حسبها سقطة عالم نالت من مصداقيته وأفقدته سمعته في الأوساط العلمية فكانت منه دعوة صريحة إلى إشعال نار الفتنة مضيفة أنه كان يجدر برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن يسخر جهوده من أجل إفشال التطبيع الذي يفسح المجال للكيان الصهيوني ويعطيه موقع قدم في المنطقة المغاربية جمعية والإرشاد والإصلاح الجزائرية هي الأخرى استنكرت ورفضت تصريحات الرريصوني معتبرة إياها دعوة طائشة وشرارة فتنة لزعزعة وحدة المغرب العربي وتأجيج المنطقة خدمة لأجندات معادية لكل شعوب المنطقة